طيب، لكن هرجع تاني للدفع جنوباً باتجاه رفح المصرية وباتجاه الحدود المصرية إن إحنا بنشوف في صور كثيرة على كل محطات المخيمات الفلسطينية خلاص وما شايفين الحدود المصرية رؤية العين فده طبعاً من التقارير الأرناء عمل قلق ما في الألقات المصرية الإسرائيلية أصلاً ده كلام طبيعي، خلين نتكلم على حاجتين خلين نتكلم على العمل المدني والعمل السياسي العمل السياسي عشان أطمن الناس وزير الخارجية بتاعنا بيبزل مجود كبير جداً ومن خلف جهاز المخابرات العامة وكل دول بتنصيق طبعاً مع السياسي رئيس الجمهورية فكل الرسائل الممكنة وصلت إلى الجانب الأمريكي ومنها إلى الجانب الإسرائيل بصورة واضحة الناس يقول لك ليه الجانب الأمريكي؟ لأن الجانب الأمريكي هو وراعي عملية السلامة بين مصر وإسرائيل هو وراعي عملية القتل كماناً بصراحة، معلش يعني وراعي عملية القتل أنا أتكلم يعني عشان أرجل دولة فلازم أقول يعني الحاجات المهمة بنسبة للجانب المصري النقطة الثانية حضرتك أن الجانب الإسرائيلي يدرك تماماً أن الجانب المصري له حدود في الصبر ولديه من القدرة أنه يتخذ قرارات تقلم الجانب الإسرائيلي على مدار سنوات أهمها حضرتك إيه؟ سحب الصفراء ده يتعب جداً الجانب الإسرائيلي مش هيتعب نحن هيتعبهم جداً يعني أو تجميد العلاقات في كل المناحي مش تفرق مع مصر كتير يعني ولكن ده بيعتبر هزيمة إحنا وصلنا أنه العلام الأمريكي في بعض التسريبات تكلم أن مصر حددت بتجميد العلاقات وده حصل في حال الدفع بالفلسطينيين حصل يا فن الموزير الخارجية قالي الكلام ده بصورة واضحة لأن لو حصل مشكلة في العلاقاتنا بيننا وبين إسرائيل مش هتتحل في المدى القريب النقطة ليه الأمريكان دخلين؟ لأن الأمريكان مدركين أن قيادات إسرائيل الحالية هي خلاص بتنتهي منتهية الصلاحية فهيخلقوا أزمة في العلاقات الإقليمية متعلقة بطبيعة علاقات المصرية الأمريكية بالدرجة الأولى والعلاقات المصرية الإسرائية بالدرجة الثانية قد تدوم لسنوات من شأنها أن تبطل عملية السلام القادمة بمعنى أنك لا تتوقع في الأسابيع المقبلة الدفع بجموع فلسطينيين إلى جانب الحدود؟ لن يدفع الجيش الإسرائيلي فكرة أن الجيش الإسرائيلي يدفع به من الحدود انتهت بشي يحصل عشان كده بنلاقي إخواننا الفلسطينيين بيجيبوا الخشب ويجيبوا الكفر بتاع أو الغطى البلاستيك بتاع صوبات الزراعية ويعملوا منها بيوت لأن هم مدركين أن هيرجعوا إن شاء الله ولازم هيرجعوا الجيش الإسرائيلي أعلن بصورة واضحة والحكومة الإسرائيلية أعلنت بصورة واضحة اليوم أنها لا تدفع ولم تعطي أي تعليمات أو تحذيرات للفلسطينيين بالزهاب إلى الحدود المصرية وأنهم هيكتفوا بالعمليات العسكرية في منطقة خلاله ده معنى أنهم مش هاملوا عمليات في رفح لأنهم لو قاموا بعمليات في رفح الناس هتروح فين؟ مش هعملوا فين ده موضوع إنساني كمان ده موضوع إنساني أولا النقطة التانية دفع الفلسطينيين دفعا إلى الحدود المصرية بغرض إحداث أزمة داخل الحدود المصرية أنا بتصور إن ده حيتطلب مننا في مصر إن احنا نعيد دراسة الموضوع بدقة وهذا حيتطلب اجتماع للمجلس الأعلى الأمن القومي بس النهاردة كان فيه ضرب في رفح كان فيه خمسة ماته في رفح في جانوب رفح حلو فن ده كلام مهم جدا قلت لحضرتك إن عملية خان يونس هي شيء طبيعيا مرتبطة جغرافيا برفح الغرض من عملية خان يونس حضرتك حكتين الكشف عن الرهائن استهداف القيادات مخازن الأسلحة رفح هي أقلهم بالطبيعة بالطبيعة رفح أقل لتواجد عسكري الحركات المقاومة موجودة في رفح فإذا كان استهدف منازل في رفح فتأكد إن هي منازل بتاعت قيادات في الجناح العسكري الحركة حماس ولكن إسرائيل التزمت أمام الأمريكان وصرحت بهذا اللي كانت تصل للرسالة للجانب المصري إنها لن تدفع السكان الفلسطينيين للنزوح إلى الأراضي المصرية